السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد وهذا المرات عدنا على اللابتوب الاكسبير هذه اللابتوب موديلها A5B مثل ما ترون هذه اللابتوب نضع لها الشاحن بهذا الشكل أضوية التشغيل اللي هنا ما تشتغل بوزر الباور أيضا ما يوجد أي استجابة اللابتوب بشكل كامل من شون ممكن يكون رح نتعرف سوف خلينا نحاول نصلحها خطوة بخطوة خليكم ويانا هوا الشي رح نجي نشتبه بالشاحن فخلي نقيس الشاحن بهذا الشكل والشاحن السليم ينطف 18 نصباق مثل ما تشوفون التأكد أكثر خير نربط شاحن آخر هذا شاحن آخر نربطه نضع زر الباور أيضا ماكو أي استجابة دلالة على أنه اللابتوب هي اللي ميته فخلي نشوف شنو سبب العطل ما لتسويه طبعا قبل ما نفكك اللابتوب نعرف إنه كيف نشخص العطل قبل ما نفتح اللابتوب فخلي نقيس الممانعة على السوكت اللابتوب ونشوف السوكت سليم أو لا هذا القطب السالب وهي القطب السالب مثل ما تشوفون سليم القطب الموجب قطب الموجب وهي السالب منفرض ينطفد ممانعة ممانعة ما عندنا فاحتمال كل الشبير مشكلتنا بمدخل الشحن فخلي نتأكد بشكل دقيق خلي نفك اللابتوب جيد بعد ما بتحنا القبغ شباب بدرنا نوصل للماذر بورد بهذا الشكل فخلي نربط الشاحن نجد نرفع قياسات من الماذر بورد بهذا الشكل ناخذ أرضي من أي مكان وليكن هذا المكان نجي نقيس نعم فتحنا البولتية التي خارجها من مدخل الشحن أذرا آسف 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 نسيت تحول المودمان هذا الفيوز الرئيسي على البورد الفيوز الرئيسي مثل ما تشوفون على بولتية إذا السوكت سليم والطرف الآخر من الفيوز ماكو هذا فيز الدخل فيز الحماية ذاك الطرف كان عليه فولت هذا الطرف أيضا عليه فولت عابر مسفت الحماية الأول أو مسفت الدخل الأول عليه فولت مسفت الدخل الأول عليه تخريج فولت مسفت الحماية الثاني عليه دخل فولت مسفت الحماية الثاني مخرج فولت جدا قليل مثل ما شفتوا على الموسفت الثاني صارت 17 فالفولتية سبب نزولها ما عارف شنو هو خلي نجيب شاحن اخر بهذا الشكل ننقيس على خرج الفيوز قدنا 19 فولت على داخل الموسفت الاول 18.9 على خرج الموسفت على دخل الموسفت الثاني 18.6 على خرج الموسفت الثاني لدينا 3.2 فولت وهذا شيء ما طبيعي ابدا خرج الموسفت الثاني صار 18.9 فالفولت الخاصة بهذا الموسفت خلي نقيسها عليها اشارة او لا مثل ما شوفون شباب موسفت الثاني خرج الموسفت الثاني 3.2 رجع مرة ثانية اكوش سبب من الاسباب جاي يخلي الفولت ما يعبر بشكل صحيح على الموسفت الثاني خلي نشوف الموسفت الثاني على نوع من الشورت او خلل لو لا دفت بشتغلت الفان فرت مثل ما شوفون مجرد اني لامست اقطاب الموسفت على الاغرب شباب مشكلتنا بالموسفت موسفت الحماية هذا موسفت الحماية الثاني هو اللي بيه المشكلة على الاغرب يجاني زبون روح اقطع الفيديو الثواني اي شباب خلي نجي نرفع البطارية ونصفر البايز احتمال تكون خربطة من البايز ننزع البطارية البايز بهذا الشكل نصفر الحمد لله شكل الله نلامس اقطاب السكت مال البطارية بهذا الشكل حتى اذا المكثفات اللي حوالي بها شحنات تتفرغ نرجع نرجع بطارية البايز بهذا الشكل ونجرب مرة اخرى نربط الشاحن نجي نحاول نشغل بسم الله اشتغل اللابتوب مثل ما شوفون شباب بهاي البساطة البايز ماتها كان نفرز بشكل او باخر البايز الى علاقة بالايو تشيب الايو تشيب مرتبط بالكونترولر الرئيسي مع الباور كونترولر الرئيسي مع الباور ايضا مرتبط بالمسفتات الدخل فقاطع الفولت عن العبور الى اللابتوب طبعا هذا سببه شنو ممكن ان يكون الزبون اثناء استخدام اللابتوب سوفت شي خطأ خلى اللابتوب تدخل في وضع الحماية فصارت بالوضع الحماية فقطعت الفولت عن الماذربورد كان يكون مثلا ربط شغلة بها شورت على اليو اس بي او قد يكون مثلا سكب نوع من السوائل على الكيبورد يعني الاخره من الامور فكل اللي كان موجود انه هو البايز مفرز مثل ما شفته واللابتوب حاليا شغالة بدون اي مشاكل فهذا كل شي اللي عندي فيديو اليوم اذا اعجبكم الفيديو حتنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد قاموا ياكم سيف قداري مقاند قداري تيك فهم الله